افتتح وفد من جمعية الشارق الخيرية معهد سحاب الخير التعليمي في محافظة كفر الشيخ بجمهورية مصر العربية كما وتفقد مشاريع الجمعية المنفذة في مناطق متفرقة بالجمهورية وذلك ضمن مبادرة سحاب الخير خلال زيارة استمرت خمسة أيام إلى جمهورية مصر العربية افتتح وفد من جمعية الشارق الخيرية برئاسة محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع والكفالات يرافقه كل من سعيد الطنيجي مدير مكتب البطايحة وممثلين عن شركة العربية للطيران الشريك مع الجمعية في مبادرة سحاب الخير معهد سحاب الخير التعليمي بقرية القن في محافظة كفر الشيخ والذي تم إنشاؤه من حساب تبرعات المسافرين على متن طيران العربية بموجب اتفاقية سحاب الخير الموقع بين الجمعية وشركة العربية للطيران يتكون معهد سحاب الخير التعليمي من 12 فصلا دراسيا وعدد من المكاتب الإدارية بتكليفة بلغت نصف مليون درام كما وتفقد وفد جمعية الشارق الخيرية بعض المساجد والمشآت التعليمية التي تم إنشاؤها في وقت سابق بنفس المنطقة للإطمئنان على سير العمل بمسجد ومدرسة التوبة وأكمل الوفد برنامج زيارته بتفقد بقية المشاريع المنفذة في عدة محافظات أخرى حيث تم زيارة مساجد الجمعية في محافظات دمنهور المنوفية والغربية إلى جانب الانتقال إلى السادس من أكتوبر لمتابعة سير العمل بمسجد النهى الذي تم تنفيذه ليخدم أهل المنطقة بالإضافة إلى تفقد بعض المساجد التي نفذتها الجمعية في محافظة الشرقية ترجمة نانسي قنقر